نذهب إلى فقرة أخرى وهذه مرة نذهب إلى فقرة حياة خاصة اليوم راح نصل التضوء على حياة فنانة عزيزة جدا هي من جيل الكبار ساهمت بشكل كبير في مسيرة الفن العراقي أملة المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة اليوم راح نقترب أكثر من فنانة للكل يحبها هي فنانة فوزية حسن فبعيدا عن الفن وشجونة نقترب اليوم من شخصيتها تتكلم ببساطة وبعفوية وتتحدث عن الفن وإشياء خاصة وإسرار لأول مرة نشاهد مساء الخير مشاهدين وأهلا وسهلا بكم في كل مكان نحن اليوم راح نتعرف على فنانة عراقية فنانة عراقية نعرفت من خلال مسلسلاتها وأفلامها ومسرحياتها الفنانة القديرة فوزية حسن فرحب بيها أحلى ترحيب لهذا اليوم وأهلا وسهلا بحضرتك سيد فوزية حسن منورة ويانا حبيب تسلمي لحياتي شكرا جزيلا شكرا لك اليوم احنا قرر من خلال هذه الحلقة أن ندخل في حياتك الخاصة ونعرف شون تقضين يومك شون تحبين تاكلين وتحبين تطلعين لما تحبين تعزمين بالبيت ورح نطرق أيضا إلى الفن وعالم الفن القديم والجديد شكرا جزيلا بالبداية خليني أسألت شو أنت صالت شفترة معك وين أنا موجودة طبعا مارد أقهر مشاهدين الكرام شوية صحتي يعني رجلي متعبتني وكنت يعني عملية أجريت وفترة نقاها هسا وعندي عملية لخ بعد فترة يعني لازم أسافر أعالج رجلي وحاليا أنا بالبيت موجودة نحن نقول لك الحمد لله على السلامة ونحن نجدون سعيدين أنه أنت ويانا اليوم مؤظم الناس يعرفوش أنت من خلال مسلسلاتك وأفلامك لكن حياتك الخاصة غافلين عنها ما يعرفون هذه الفنانة القديرة فوزية حسن شنو تحب من أكلات شنو تحب وين تحب تطلع دائما منو عندها بالبيت منو عندش بالبيت بالبيت بس أنا وابني عندي ولد واحد وزوجي بس ما صارت كم سنة من زوجها؟ زوجت بالتسعين أذكر المشاهدين عرفوا فوزية حسن من خلال أعمالها السابقة كأفلام ومسلسلات لكن اللي يجذب الناس أكثر هو عالم ست وهيبة طبعا هذا المسلسل عجيب غريب يعني إحنا بالتسعينات مصورينه وأعمال كثيرة يعني أنا من السبعينات بالوسط الفني ومسلسلات كثيرة وحاليا أعمال كثيرة بس بالشارع يؤشر لفوزية حسن هي أم شهوبي يعني مدى ينسوه مع العلم أنه قلت لش قبله مسلسلاته وبعده مسلسلات بس هو عمل جميل جدا بمجموعة كبيرة من النجوم نص حلو، إخراج حلو إحنا أدينا بشكل جميل يعني كل واحد يلاحظ نفسه أنه هاي يعني فت شخصية حلوة بالضبط أي فأني لازلت بالشارع ينادوني أم شهوبي لحد البارحة أنا أم شهوبي عند أبو الصمو دائما أبو السنان و السنان يشربون كهوة لأنتي سوي لهم لا سنان نهائيا ما يشرب كهوة بس مرات أبو سنان يشرب كهوة بس أكثر شي يشربون شاي هو الخطار اللي جيش لا هو لي أمر الخطار شي يحب موجود يشرب كهوة يشرب عصير يشرب شاي أي شي موجود الحمد لله وشكر أحنا بينما تصبين أنت كهوة خليني أسألك أنه أنت قلتين بالأكل أنه أنت شاطرة تحبين سوين دولمة وتحبين سوين البامية بس ما سألتش عن المعجنات والله مو هل قد بالمعجنات جديات يعني أسوي كيك أسوي كليتشة بالعيد بس يعني مو ذوك الشاطارة اللي نفس شاطارتي بالأكل لا أنا بالأكل يعني ما أمدح نفسي لا يعني قليل مرات مناسبات عيد ميلات شي نجيب كيكة يعني أنا عينتي بالأكل شاطرة بس المعجنات مو هل قد كل ما تحتاجين قولي لي أسوي كيكة كليتش أجي ياش نتعونان ياش حياتي تسلميلي عاشت إيدك بس أنا يعني مو يعني ما أسوي لا أسوي أسوي بس بوسة أسوي كيك أسوي كليتشة أسوي حلويات يعني حلاوة أسوي مو ما أسوي بس أنا أحس نفسي مو توب مثل الأكل الأكل لا يعني ما يعلى علي أكلي طبعا نشكرك على هذه القهوة أخبي ما أظهرها يعني جديات يعني يعني يمكن أسأل يعيش ويايا بالبيت ويشوف وضعي على مود رجلي يقول الله يساعد بس أنا من أردلتقي بأحبابي وناسي وبعملي إطلاقا غير شكل أكون يعني لازم أرسم الإبتسامة لازم أعتني بشكلي لازم يعني هوايا أمور نحن العراقين برغم الظروف اللي نمر بيها بالبلد دائما نشوفين الإبتسامة على وجهنا دائما نشوفين السعادة على وجهنا منه أنه خلاص أنه بلك أنه باتشر الأحسن من اليوم لازم إن شاء الله سأسألي السؤال لو كانت والدتك موجودة وشافتت على هذي الحالة والرجلية وشاء الله كانت شونات هالحسرة الله يرحمها يعني كانت هي فتشي بالنسبة إليه يعني عدتها نفسها ليصعد وينزل هو فوزية يعني حتى أنا ماردة زع الخواتي وإخواني بس كان فدميزة خاصة إليه لأن أنا كلش إحناينا عليها وكلش أداريها فتحبني بشكل ما يوصف ألف رحمة على روحها إذا نشلة بسيطة تتوجع قبلي كيف هسه رجلي اللي داعاني منعتها مدى أقدر يعني عيش حياتي بشكل طبيعي تعرفين أنا بهتش وقت المفروض هسه أنا بألمانيا أجر العملية بس لأنه يعني ظروفي مدى تساعدني ماديا يعني حتى أروح منتظر إلى أن رب العالمين يفرج حتى أروح أجر العملية بلك حتى أرجع العملية يعني بشكل طبيعي هذا الصورة وين؟ هذه مسرحية حكايات العطش والأرض والإنسان هاي بالاثنين واثمانين الفرقة القومية إخراج المرحوم الله يرحمه الأستاذ قاسم محمد طيب اللي بعتها؟ اللي بعتها مسرحية ليالو يوم وهي الفنان الكوميدي المحبوب جاسم الشرر أي هذه بالتسعين كيف كان دورت شبها المسرحية؟ هذه هي يعني شون يسمون شبك عصبية هنا أنا لا هي البنية اللي يعني يحبها جاسم شرف ويرجي تقدم الخطوبتها اللي بعدها؟ الله يرحمه أستاذ عدنان هذا مواطن جي بالألفين وسبعة اللي بعدها؟ هذا شفت هنا أنا عروسة أنت هاي 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 نفس المسرحية ليالويوم هاي هنا الخطوبة صارت هوتاني خطوبت و بالأخير ازواجت ازواج ناي هاي مشهد الزواج هاي اللي بعدها؟ هذي بالثمانينات أعتقد استراحة الظهيرة الله يرحمه للفنان غازي هاي هاي وسلسل هاي هذي شفنا الصور الصغار نرجع للصور الكبار اللي عندك الكبار هاي 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 هذي رجعتين الأيام بالشرف هاي هاي جريت حسرة لأنه هاي رجليا الحلوة راحت حرامات هاي هاي الثلاثة وسبعين هذي عمل اسمه الدواسر طبعا كان قبله أكو عمل اسمه جرف الملح لنفس الفنان الله يرحمه إبراهيم عبد الجليل المخرج هو اللي كان ومن شافني بجرف الملح رشحني لبطولة الدواسر هاي الدواسر أنا بطلة اسمي حسنة ها بالعراق بالعراق طبعا هاي الراجدية هاي 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 فوزية حسن هذا العمل انطلاقة فوزية حسن يعني المشاهد هو اللي يتعرف على فوزية والفضل رب العالمين أولا والاستاذ إبراهيم الله يرحمه إبراهيم داخل الستيديو هذي من رشح حجر هذا المسلسل؟ هذا الأستاذ ينتيز صحة والعافية الأستاذ فيصل ياسري فيصل ياسري تحياتنا الأستاذ الكبير فيصل ياسري هاي مجموعة قليلة من الصور قليلة هذه من الصور إحنا شفناها أبو مات ما شاء الله بالبيت ومجموعة الذكريات القديمة واللي متنسي طبعا أكيد أكيد طبعا لا هو هو طبعا هو مو أول عمل هذا الدواسر يعني مثل ما قلت لك هو الانطلاقة هذا يعتبر ثاني عمل ثاني مسلسل ريفي لأنه المسلسل الأول كان هو جرف الملح وهو العمل الأول للتلفزيون هي كانت سهرة اسمها جميل بوثينة ما نحنا قعدنا هنا وشربنا القهوة سوية ودردشنا بالمطبخ وشفنا الصور وعرفنا أكثر عن حياتك أريد من عندك أمنية أخيرة أمنية الأمنية العامة اللي كل عراقي وينا فستتصعد وتنزل المحبة والأمان والسلام لكل قلوب العراقيين ويا ربي تنزاح الغمة عن بلدنا ويرجع بلدنا آمن بخيره وبنخلطه وبناسه والأمنية الخاصة دعائي من رب العالمين وأحبتي يدعو لي أنه أنا أشافه وأمشي على رجلي حتى أرجع العملي ويحفظوا ليدي ويحفظ زوجي وينطيكم أنتوا الصحة والعافية وسعيدة أنه أنا اليوم قاعدة ببيناتكم وأسولف تحية للأخ المصور والأسرة البرنامج كلها وتحية ود كبيرة إلى أستاذي وعزيزي وأخوية الأستاذ سعد والعائلته الكريمة أنتهز هذه الفرصة حتى أقدم له تحية لأنه مشتاقة له ومشتاقة أسمع أخباره طيبة وقبل فترة شفتها على الشاشة منور الشرقية لأنه النور الوجهة أجي من كرمة لكل العراقيين واحتواءة لكل العراقيين تحية للشرقية وأنا بنت الشرقية وسعيدة أنه اليوم أنا على شاشة الشرقية أمنياتي لكل العراقيين بالموافقية والخير والسعادة اشتركوا في القناة